حضراتكم مرة تانية مشرفني الكاتب الصحفي الأستاذ مفيد فوزي أهلا بيك يا فانت أهلا بيك يا أمنية حضرتك أنا عايزة أقول أن أنا النهاردة عندي أمنية مصرية اتحققت وأنا صغيرة كنت بشوف حضرتك على التلفزيون وأقول مين يقدر يحاور مثل هذا المحاور مش هتدعي وقتها أن أنا كان في حساباتي أصلا أنه ممكن أعمل في هذه المهنة اللي أنا بعشقها لكن الحقيقة ربنا كتب لي أن أنا أكون محاور يحاور هذا المقام المحاور فأنا بشكرك على تحقيق الأمنية أهلا بعتقد أنه منتهى السهولة جدا أنك تحاوريني طالما أنك مدركة أدواتك وطالما أنه عندك معلومات لأنه لا أحد يحاور أحد بلا معلومات تمام وهي دي كتب مدرستك كيف أن نعم ولما جيت بحثت بعد إذنك في تاريخ حضرتك نعم لقيت أن حضرتك لم تنشر في يوم من الأيام معلومة غير سليمة أو جانبها السواب نعم فهل دا معناه أن كنت كتير قوي ترفض الشهرة أو الفرقعة الصحفية نعم وصاد الأمانة لأنه يا أمنية أنا تعلمت الصحافة على يدي اتنين عظام هما محمد حزنين هيكل وأحمد بهاء الدين الأول اللي هو هيكل تعلمت منه الصياغة والأسلوب ودقة المعلومة أيوة أما أحمد بهاء الدين فعلني كيف أفكر كيف أفكر دي مسألة شديدة الأهمية أيوة وهي إزاي أنظر لحادث بعقل إزاي أحلل ظاهرة برشد إزاي ما أتدخلش بسرعة وبتهور إن أنا أقول رأي إن حيك تجمح جماح أفكارك نعم وإلى حد كبير زي ما تفضلتي ما عنديش نزق للشهرة بمعنى الشهرة يعني أنا أفضل إنه أنا مثلا في الوجدان المصري الناس في الشارع لا زالوا حتى البسطاء يقول لي اسمح لي أسألك أيوة ليه لأنه أنا في فجر العمر كنت بخبط على الناس بأدب تخيلي السؤال يبدأ بإسمح لي أسألك إسمح لي أحرجك إسمح لي أحرجك عمري ما قلتها إنما هي أصبحت في فم الكوميدينات يعني من أفضل الناس اللي قلدوني مثلا أحمد آدم خف الدم لا مثيلة لها فطبعا يقول إسمح لي أحرجك وإسمح لي كلام كتير يعني من هذا الكمي يبدأ يبقى البراند بتاع حضرتك أقوى إنما أساسا هي اسمح لي أسألك طب اسمح لي أسألك فضالي حيدك أشرت دلوقتي لإثنين من العظمة نعم لهم أسألك